حرشة ديال الزنقة في الدار كتجي رائع جدا كتجيه شيشة اورطبا كتستحق تجربة ديال كوم نخليكم مع مشاهدة الفيديو بسم الله على بركة الله المكونات هنا سنعبر لكم بالكاس كيوزن 100 جرام بحاجة سميدة رقيقة غادي تاخدو 400 جرام اما كتعبروها بالميزان او تعبروها بالكاس ربعة ديال كيسان سميدة رقيقة الخاصة بالبغرير والحرشة ربعة ديال كيسان كتكون عندنا سميدة من قبل مغربلة بزافت الاخوات كيتلبو القياس بالكاس انا احنا عطيتكم الكاس وايضا القياس بالقرام 400 جرام الكاس واحد كيوزن 100 جرام كملت هنا يا ربعة ديال كيسان غادي ناخد نصف كاس من الزيت النباتي ضروري ما تتبعو هات الخطوات باش ننجح معاكم الحرشة كتاخدو الزيت وكتبسو مزيان الحرشة ديالكم غير بالزيت فقط في المرحلة الاولى ممكن ايضا تاخدو من هاد الخالط ديال السميدة اللي ضفنا لي الزيت وتخليو منو قسم باش كتقرسو الحرشة في الاخير يعني كيبقى لكم اختيار انا هنا ما غاديش نحيد منها غادي نخلي نفس الكمية كنضيف ملح بحسب الدوق ملعقة صغيرة عامرة من خميرة الخبز ممكن الاخرى الجابفة سبعة جرام من خميرة الحلويات ملعقتان كبيرتان من سكر سنيدة ممكن تستعملو اكتر ثلاثة او ممكن تستعملو ايضا العسل يعني تديرو ملعقة سكر مع ملعقة ديال العسل وكتخلطو هاد المكونات تضيفو الماء دافي هاد القياس كياخد معايا جوج ديال الكسان مدافي نفس القياس ديال الكأس اللي عبرنا به سميدة اضفت الكأس الاول وغادي نعمر الكأس الثاني ماء دافي كنخلط بالاصابع الحرشة ما كتتعجنش نهائيا كتخدمو غير بالاصابع ديالكم هنا غادي نضيف الكأس الثاني الى كانت سميدة ما تزال عاقدة عندكم او قاسحة ضيفو الماء ما تخافوش قد ما هي كتعطيوها الماء كتجي مزيانة ما تعجنوهاش كتضيفو لها الماء انا هاد القياس قد معيجوش ديال كيسان غادي نغطيها ونخليها كترتاح تقريبا في حدود من عشرة دقيق حتى العشرين دقيقة المهم كتبال لكم انها تماسكت يعني كتشرب ما كتبقاش مرخوفة لاحظو كتتحركوها في الإناء كتمشي وكتجي يعني انها صافي راها متماسكة كنخدمها بالاصابع باش كتشاهدو انها راها متماسكة كتاخدو مقلة من الختيار ديالكم ولا هاداك اللوح ديال الخشب ولا هادا اللي غادي تشاهدو معايا ديال الكيك هاداك الورق المخصص ديال الكيك حتى هو كنخدم به الحرشة اللي كتكون من هاد القياس ديال هاد الورق المخصص للكيك كنقلب به بكل سهولة انا احنا خطيت مقلة وضعت فيها السميدة الرقيقة وغادي نوضع فيها الخليط ديال الحرشة بعد ما تماسكت راها كتبال لكم مازال مرخوفة خفيفة احنا مازال ما رشيتش عليها السميدة في الوجه ديالها غادي نحاول اننا ننبسطها باش تشاهدو معايا كفاش كيكون الشكل ديالها واخرها ديتبال لكم صعيبة ولكن راها سهلة غير كتبقى شوية ديال الخاطر كنبسطو بالاسابع ولا الباطن ديال يد عاد كننوضع هنا يا السميدة على الوجه ديالها كيما قلت لكم في الاول إلا بغيتوا تنقصو من هادك السميدة اللي ضفتو لها الزيت ممكن كنرش سميدة وكنبسط ونقادو الجوانب ما نخليوهمش مشقين كتقادوهم باليد ديالكم وكتاخدو ملعقة خشابية أو ديال السيليكون وتقادوهم مزيان يعني ما بقاوش لكم هاكاك مشقين كما كتلاحظو كتتقاد لكم الحرشة وكتزيدو كترقوها رقوها مزيان حيث فيها خميرة الخبز وخميرة الحلوة كتنفخ في المقلة هنا را ممكن نطيبوها في هاد المقلة نيت يعني ما تحتاجوش انكم تقلبوها المقلة واحدة اخرى انا كناخد مقلة اخرى كتكون مسطحة غدي نقلبها عليها بش هي اللي غدي نطيب فيها الحرشة اللي ما بغاش يدير هاد المرحلة را كتطيبوها في نفس المقلة اللولى اللي قرستوها فيها هنا بعد مقلبتها كان نقادلها الجوانب كما كتلاحظو هنا يا ما زال هادوك البلايس خاصة هم سميدة كان زيد نرش بالسميدة وكان نوضعها فوق النار المقلرة ما سخوناش نهائيا مقلرة باردة كانش على النار اللي كتكون متوسطة ما تكونش مهيلة ما تكونش مجهدة خليوها حتى التماسك كما كتلاحظو كتبها لكم انها متماسكة نشفات من الفوق وحتى الجوانب راهم كيبدو كينش فوق هادي ننزلها في سطح العمل وناخد نفس المقلات الاولى كش قرستها ونقلبها عليها تاني ممكن تطيبوها في هاد المقلات اللي غادي تقلبوها عليها يعني لما بيتوش تعقدو الأمور كنقلبها استعانة بواحد الفوطة ولا منديل دي المنطبخ لانا المقلات كتكون سخونة بزيف غادي نقلبها ونرجعها نفس المقلات فاش طيبتها انتو ما كيبقى لكم اختيار اللي جاكم ساهل كتديروه في نفس المقلات هنا كنقلب لها الجوانب ايضا ونرجعها فوق البوطة مرة مرة كنحركها هي كاملة باش كتتتحمر بنفس الشكل لجهة الاولى يعني ما تخليوهاش علاجها وتخليوها ضروري ما تحركوها وتساعدوها انها تتحمر من جميع الجهات كنوضعها فوحد الشبكة لاحظوا معي هنا را ما زال سخونة سخونة بزيف كتجي رطبا كتجي فتية كتجي شيشة كما لاحظوا مكونات اللي هي بسيطة فقط الطريقة ديال طهي ديال اللي كتجي شوية صعيبة للأخوات المبتدئات را ممكن تشكلها حريشات صغار باش يجيكم لعمل سهل را سبق لي وشاركت معاكم انواع كتيرة ديال الحرشة اللي كتجي من الارواع ما هيكون كتجي هائلة فتية ارتبة ممكن ترفقوها بالعسل او المربة او اي حاجة كتفضلوها بطبيعة الحال كتقطعوها او تخليوها هكا كحتسب غير وتقدموها عاد كتقطعوها انا قطعتها متلاتات كتجي هائلة وكتجي لديدة لديدة بالساف كما ذكرت لكم اللي ما قدرت انها تشكلها كبيرة ممكن تشكلها حريشات صغار وهذا هو الشكل ديالها النهائي وان شاء الله تجربوها وتنجح فيها بإذن الله كانت معاكم ريحانة كمال خليت لكم الراحة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة